إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور توراة مصدر للهدى والنور يعني الإيمان وشريعة الله يحكم بها مين؟ النبيون الذين أسلموا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يعني هو في النبيون أسلموا أما لهم الأنبياء إيه؟ كل الأنبياء مسلمين لو انت فاهم ان الاسلام بدأ بسيدنا محمد مش فاهم الاسلام هو دين الله الذي ارتضى لعباده منذ ان خلق الارض وما عليها كل انبياء الله مسلمين يعني اسلموا وجههم لله استسلموا لقضاء الله استسلموا لأوامر الله سيدنا نوح في سورة يونس وصف نفسه بايه سيدنا نوح قال ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب وصوا لدهم بايه ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ده مين يقول كده سيدنا ابراهيم ومن كمان يعقوب حفيدو يعقوب ده اللي هو مين اللي هو اسرائيل الله اسرائيل بيوصي مين ابناؤه بني اسرائيل يعني اسرائيل بيوصي بني اسرائيل يعتنقوا دين الاسلام مش ليه هدية فيش حاجة اسمها كده دين ربنا اسمه الاسلام اتباع موسى دينهم ايه هتقول لي بقى دون بقى مش يوت طب اسمع اسمع كده سورة يونس وقال موسى يا قومي ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين اتباع موسى مسلمين طب واتباع المسيح مش مسيحيين بقى طب اسمع كده شوف الحواريين قالوا ايه في قال عمران قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون يعني اتباع المسيح تلاميذ المسيح دول دول مسلمين في سورة النمل سيدنا سليمان ملك ونبي بني اسرائيل بيدعو العالم لاي دين بيدعو الامم اللي حقالي لاي دين اليهودية ان شاء الله لا بعت لملكة سباق وقال له ايه في الخطاب بتاعه قال لا تعلوا علي واقتوني مسلمين وهي قالت ايه قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين اصلا ما اسألة منطقية جدا هناك اله واحد وهناك نوع انساني واحد يبقى عندنا كم واحد بيرسل واحد الله هو الوحيد اللي بيرسل طيب وكم واحد بيستقبل واحد النوع الانساني زي بعضه لان هو البيض مش افضل من السود والرجال مش افضل من النساء والعرب مش افضل من الهنود اذا اله واحد يبقى مرسل واحد نوع انساني واحد يبقى مستقبل واحد باي منطق يعني ان نفس المرسل هيرسل رسائل مختلفة لنفس المستقبل ليه عشان يعمل ليه عشان يلخبطهم يعني أكيد لأ أكيد نفس الرسالة نفس الدين دين اسمه الإسلام لكنه أرسله مع عدد كبير عبر الزمان من الأنبياء والرسل وعدة كتب بس كلها كان فيها شعار التوحيد شعار التوحيد لهو إيه لا إله إلا الله رسول هذا العصر هو رسول الله في وقت موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله وقت عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله وقت محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وستبقى هكذا إلى يوم القيامة محمد رسول الله اللي عايز يبقى مسلم لابده أن يشهد بآخر نبي ما يعني آخر نبي طيب ما يشهد بيهم كلهم لا وإحنا مؤمنين بوحدة الرسالة إذن من يشهد بآخر رسول هو يشهد بصدق رسالة كل من جاءوا قبله فلما تقول محمد رسول الله لكنك بتقول عيسى رسول الله موسى رسول الله لأنك بتؤمن بكل ما جاء به محمد ترجمة نانسي قنقر